خرجت الجامعة العربية المفتوحة في الرياض 1252 طالباً وطالباً إلى السوق العمل من بينهم طلاب من فئة الصم يمثلون الدفعة العاشرة للجامعة 1252 طالباً زفتهم الجامعة العربية المفتوحة بالرياض إلى سوق العمل يمثلون الدفعة العاشرة من طلابها تضمنت هذه الدفعة خريجون من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة اجتملت التخصصات للخريجين على الحاسب الآلي والإدارة واللغة الإنجليزية والأداب وتعمل الجامعة على استخدام معايير الجودة ومؤشرات الأداء العالمية على المستوى المؤسسي والبرامجي في التعليم